السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بمحاولة حل هذه المتراجحة لدينا إثنان جدر إثنان في جدر إثنان على إثنان لكل قوى بحيث أن ينتمي المجموعة الطبيعية الصغر تماما من عشر قوى ناقص إثنان سوف نقوم بحل هذا الفيديو على مرة ثانية مرة ولا سوف نقوم بحله بسرعة ومرة ثانية سوف نقوم بحله مع الشرح يمكنكم إيقاف في الفيديو محاولة حل المتراجحة لدينا 2 في الأصل هي 2 قوة 1 نجدر 2 هي 2 قوة نصف في نفتح القاوس لدينا نجدر 2 هي 2 قوة نصف الـ 2 هنا لما تصبح 2 قوة ناقص 1 كل قوة 2 أصار تماما من 10 قوة ناقص 2 سوف نقوم بإدخال الآن على القوة هنا فماذا تصبح لدينا؟ ننزعه من هنا ويدخل هنا فماذا تصبح لدينا 1 في الـ N التي هي الـ N وهنا يصبح لدينا الـ N نقوم بنزع الأقواص وهنا لدينا عالمة الضرب صبح لدينا 2 قوة 1 سعيد 1 على 2 سعيد 1 على 2N ناقص N نقوم بتوحيد المقامات فتصبح هكذا 2 على 2 هنا وهنا 2 على 2N بالجمع سوف تصبح هذه مع هذه 3 على 2 وهذه مع هذه سوف تصبح ناقص 1 على 2N ناقص 2N سوف نقوم بإدخال لغاريتم على الطرفين فاتصبح لدينا لغاريتم 2 قوة 3 على 2 ناقص 1 على 2N أصغر تماما من لغاريتم 10 قوة ناقص 2 لدينا في لغاريتم نستطيع أن ننزل هذه القوة إلى هنا وهذه القوة إلى هنا فماذا سوف تصبح سوف تصبح لدينا 3 على 2 ناقص 1 على 2N بين قوسين في لغاريتم 2 أصغر تماما من الناقص 2 لغاريتم العشرة لدينا لغاريتم 2 هنا بالضرب نستطيع أن نحولها إلى هذا الطرف وتصبح بالقسمة وتصبح هنا لغاريتم 2 نحول 3 على 2 إلى هذا الطرف تصبح بالناقص 3 على 2 لما نحسب هذه سوف نجده تسوي ناقص 8.14 الآن ماذا يسوي نضرب هنا في الناقص 1 ونضرب هنا في الناقص 1 سوف تغير إشارة تصبح بالموجب ناقص في ناقص 1 زائد وهنا سوف تصبح بالموجب ولكن مرة تراجحة بما أننا ضربنا في ناقص 1 سوف تغير اهتجاهها الآن سوف نقوم بتحويل هذه إلى المقام هنا نصبح على 1 على 2 ونحذفها من هنا نصبح لدينا الآن ماذا يسوي 8.14 على 1 على 2 الآن سوف نقوم بوضع هذا القصر هنا ونقوم بقلبه فتصبح 2 على 1 ونحذفه من هنا الآن لما يكون لدينا 1 في المقام نستطيع الاستغناء عنه فماذا يصبح لدينا تصبح لدينا 8.14 مضربة في 2 والناتج سوف يصبح 16.28 بما أن أن يتمي المجموعة الطبيعية فنقول بأن أصغر قيمة يمكن أن يخذها الآن هي 17 من حسنا هذا القصر مجموعة الطبيعية